لكن عندنا أخطاء عندنا أخطاء هنحلها إزاي؟ هنحلها وحنفضل وراء لعابتنا لغاية ما نحلها وحنفضل نساند لعابتنا لغاية لما نحل هذه الأخطاء ولكن مش على حساب الفرقة مش على حساب الفرقة لن يسكت أحد في حالة فقدان النادي الأهلي للدوري للمرة الثالثة كلنا بنقول هذا الكلام ولن يستطيع أحد أن يتحمل مش إحنا ما نقدرش يعني ست سبع سنين تفقد دوري فيه ناس بتحصل معها كده فيه فرق تانية بتلعب ضدك الفرق التانية اللي بتفقد الدوري بهذا الشيخ ما عندهمش مشكلة أنا عندي مشكلة أنا كنادي أهلي مش كإسلام وكجمهور النادي الأهلي اللي أنا واحد منهم أنا عندي مشكلة كبيرة جدا لقدر الله أن يحصل حاجة زي دي خصوصا لو كان هناك تقصير من اللاعبين فأتمنى أتمنى أن خلال الفترة اللي جاية الأمور تبقى أفضل من كده خصوصا في ظل زي ما قلت لحضراتكم أن يعني مارسيل كولر النهاردة حتى في المؤتمر الصحفي هو بيتكلم المطلوب من المدرب إيه؟ المطلوب من المدرب أنه هو يوصل اللاعب للجول المطلوب من المدرب أنه هو يقول لهم لما يبقى فيه ضربة ركنية يقول لللاعبين لما يبقى فيه ضربة ركنية من الفريق المنافس إسلام بيمسك محمد ومحمد بيمسك إسلام وهكذا صح؟ وأن أنت معروفة أن أنت لازم تاخد الكرة قبل المعروفة مش محتاجة أن أنا عود أحكي فيه فحصل خطأ دخل منه هدف الراجل قال حنشوف مين اللي أخطأ ونحسبه ده طبيعي بالمناسبة عادي مفيش مشكلة كل اللاعبين بيتم حسابه زي ما بيتم مكافئتهم لما بيعملوا حاجة كويسة